توجد في كتب الشيعة ما يشير إلى أنه هذه الآية اللي حضرتك ذكرتها وما محمد الله رسوله قد تخذنا قبل الرسول أفا ما تخذنا قبلتها على عقابكم هي تخص ما تخص يوم أحد تخص الارتداد مع بعض جيش أسانا لا يوجد في تفسير الشيعة ما يقول أن هذه الآية تخص الارتداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول العلي بن إبراهيم القمي وليس عليه دليل كل كتب تفسير الشيعة قالت أن هذه الآية نازلة في غزوة أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فجاء القرآن الكريم يقول لهم أيموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصتكم ليست في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في النهاية إما إلى الموت أو القتل لذلك الآية التي بعد الآية التي تليها تقول إيه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكانه ألون أقدر أتكلم؟ نعم تفضل يعني قصد حضرتك أن هذه التفاسير الشيائية أشارت إلى أن هذه الآية نزلت في أحد فقط نعم أو مختصة في أحد نعم نعم هذا كلام صحيح يعني في تفسير الميزان للطباء الطبائي الجزء الرابع سباحة 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 ستين يتشير إلى أن هذه الآية يعني تأكيد لكلامك هذه الخصوصية نزلت في معركة أحد ألو؟ أيها معاك تفضل نعم نعم هذه فقط لأحد يعني لا غبار على هذا الشيء ولكن أنا عندي استفسار إذا ممكن بهذا الخصوص نعم ما هو الفرق ما بين الموت والقتل؟ والله الموت اللي هو الموت الطبيعية هم كل الاثنين طبعا من عند الله ولكن هناك فرق بين كلمة القتل أي كان هناك سبب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زي ما تقول إنسان قتل ما هو قتل إزاي؟ ممكن يكون قتل بمسدس قتل بسكينة قتل حورا قتل كذا وكذا أما الموت فيطلق على الأشياء اللي هي الطبيعية أنا أوكي أشكرك أنا بس عندي فهم لفرق بين الكلمتين وأرجو لو صحح لي فكان فهمي خاطئ أنا أعتقد أنه الفرق مع بين الموت والقتل لأن الكلمتين موجودتين في هذه الآية المباركة أنه الموت ما يصير بهتك للجسد بينما القتل قد يكون مثل ما تفضلق بربط سيف أو طعا بروح أو قتل بإطلاقه فبالتالي يكون هناك هتك للجسد بالصيرة اللي خلق الله سبحانه وتعالى عليه نعم هذا فهمي أما الموت الطبيعي إنسان يكون مريض والعياذ بالله الله يبعد المرأة عن الجميع ويموت في فراشة يموت حتف أنف بدون أن يتهتك الجسد ولكن في النهاية القتل موت برضو لا النتيجة النهائية متفقية لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون أنهم ميتون نعم أنا فقط رد يعني ابتصاد حتى أكد فيه تفسير الميزان ده مش تفسير الميزان بأس ده تفسير الطوصي والطبرصي يعني أنا والميزان وتفسير الفايد الكاشاني وتفسير محمد حسين فضل الله وتفسير اللي هو اللي هو التفسير المنسب للحسن العسكري يعني 99 وتسعة من عشرة من تفسير الشيعة تقول أن هذه الآية خاصة بغزوة أحد ولكن أنا ليه ألتهى لأن المحاورين الآن أخذوا لفظ الآية وبيعموا على المشاهد الشيعي أو المستمع الشيعي بهأن هذه الآية تخص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع إنها للأسف الشديد لو أنت أخذتها بنفس المعنى وكأن الله عز وجل يجهد أيموت النبي صلى الله عليه وسلم أم يقتل لأنها لو خاصة بآخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أن النبي قد قتل فكيف الله عز وجل يقول وهي خاصة بآخر وفاة حياة النبي أفإن مات أو قتل المفروض قتل خلاص صح؟ نعم أقدر أتكلم؟ تقدر بالضبط أنا هذا يريد أقول أوصل لهذا الشيء أنا بالمناسبة فقط عندي تفسير تتكلمت عن بعض من التفاسير أنا فقط أمتلك الميزان وتفسير البيان لمعين القرآن من الأزهر وتفسير آخر من السعولي فما أمتلك باقي التفاسير اللي ذكرتها نعم معاك تفضل نعم بس أنا قصدت الآتي بما أنه الجزئية اللي قد قد يعني ما أفهم لكن رأي التفسير قد هما يلزمون يعني الشيعة يلزمون أنفسهم بها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل في أحد فبالتالي أفإن مات أو قتل فجزئية القتل لم تحدث في أحد بقد جزئية الممات اللي صارت بالممات الطبيعي فاحتمال كبير أنه الشيعة وأنا حقيقة أنا شيعة لا تتكلم عني ولكن أنا أفكر بعقل وبمنطقة فاحتمال الشياء يفكرون من هذا البار أنه بما أنه رسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل في أحد فجزئية القتل في الآية المباركة لم تحدث وإنما حدثت جزئية الموت فالارتداد يرتبط بكلمة الموت اللي موجودة في الآية المباركة الارتباط بكلمة الموت حتى في أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولم يقتل يعني لم يمت موتة طبيعية ولم يقتل ولكن الله عز وجل يبلغ الصحابة يعني القضية الله عز وجل يريد أن يعلم الصحابة أن القضية هي قضية دين وليس ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إما إلى الموت أو القتل فلذلك الله عز وجل يريد أن يعلمهم نبيكم إلى الموت أو القتل ولكن العقيدة هي الباقية فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده تفسير الآية عند السنة وعند الشيعة ولذلك أنا قلت لك أن الآية تقول التي تليها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فالله عز وجل يرشدهم أن حتى لو النبي مات أو قتل موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو تنالوا الشهادة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في تلك الغزوة فالله عز وجل الله خيرا ونسأل الله عز وجل الجميع لإخلاص وبرك الله فيكم تنسان مؤدب جدا